فرحان كمان لإمام عشور معنف داماتش في مباراته راوة ردز أول مشاركة ليه في بطولة العالم للأندية تتويب بمركز تالت برونزية اللعبة مع الكبار إنه يضوء طعم النادي الأهلي في البطولة دي أنا بيتهيق ليه هتفرق بشكل كبير جداً مع إمام في الفترة اللي جاية أكرم توفيق محمد هاني محمد هاني العالمي يعني محمد هاني في بطولات العالم كلها بيقدم مستوى يقولك أنت عندك باك يمين بمواصفات عالمية نتمنى من هاني إن شاء الله بإذن الله الكونسيستنسي هنا فكرة بقى إنه يبقى فيه ثبات في المستوى فكرة إنه هنشوف نفس المستوى اللي أقدمه هاني على مدار 70 أو 80% من مطشوط السيزن هتاخد هاني في حتة تانية خالص الشحات نجم طبعاً كاس العالم وحط الهدف الرابع ليه في تاريخ هو تساوى مع تريكا في عدد الأهداف المسجلة الأهلي بالمناسبة وصل للرقم القياسي في عدد المباريات أو عدد مشاركته في مباريات بطولة كاس العالم الشناوي قائد وحادث عظيم دايماً كنت الحياة بقى محتر مع الشناوي لأنه الأهلي طول عمره طول عمره في حراس مرمى عظام يعني طبعاً هيكل أنا ما شفتهش برضو بس أسمع أنه كان واحد من أساطير حراس المرمى ابتديت كده أشوف إكرامي وسابت والاثنين كانوا حراس ولا أعظم من بعدهم شبير ومن بعدهم الحضري ومن بعدهم لفترة أمير عبد الحبيد ومن بعدهم محمد الشناوي وحتى إكرامي الصغير لفترة من الفترات برضو بس يعني ما كنتش بشوف حد الحقيقة ده تقييمة ده وجهة نظر الشخصية وأكيد طبعاً فيه الناس كتير ممكن تكون تختلف معايا جداً يعني طبعاً إكرامي كان بتالعليه وحش أفريقيا ما شفتش إكرامي أو ما حضرتش إكرامي كبير قوي بس الناس بتقولك عليه كان وحش أفريقيا كان واحد من أجمع حراس المرمى في العصر ده في التوقيت ده خدوا بالكم المقارنة دايماً في توقيتات أو في عصير مختلفة أكيد بيبقى فيها ظلم الملاعب، طرق التدريب، وسائل التدريب، الاستشفى حاجات دي كلها بتختلف فبالتاني ما ينفعش تقارن بين مواهبة ينفعش تقارن بين مارادونا وبين ماسي بنقول السؤال ده في الميديا كانوا من أنواع الشو يعني لكن في النهاية ما ينفعش تقارن الكرة اللي بنلعب بيها الكرة اللي كان بيلعب بيها مارادونا مختلفة تماماً تماماً عن الكرة اللي كان بيلعب بيها ماسي أو اللي بيلعب بيها ماسي دلوقتي الكرة اللي احنا كنا بنلعب بيها زمان كانت حاجة تقيلة لو في حد شويت الكرة جات لك يعني شطها جات في دماغك ممكن يجيك لتجيك في المخ حاجة وزنها تقيل وحاجة صلبة جداً كرة الوقت ماتيريال تانية خالص كونترول حاجة تانية خالص النجيلة حاجة تانية خالص لكن الشناوي بالتأكيد بالتأكيد واحد من أعظم حراس المرمى في تاريخ مصر مش في تاريخ النادي الأهلي معلول استعاد جزء كبير جدا جدا من مستوى هدف ولا أروع زعلت على ركلة الجزاء اللي ضياحها لكن هو الحقيقة متأخرش وسجل واحد من أجمل أهداف النادي الأهلي في بطولات كاس العالم مبروك مبروك وفرحة أعتقد بطولة هنفتكرها كتير جدا خصوصا يمكن سبحان الله ربنا منصف برضو عدالة السماء زي ما بيقول بصوا من أول السيزن ده في كلام كتير جدا وقارنات كتير جدا حصلت مش بس بين النادي الأهلي وبين عنديها السعودية لكن على الكرة المصرية عموما والكرة السعودية ويمكن من حظنا أنه اتحاد جدا استضيف البطولة السندي لأنه لو الاستضافة ما كانتش في السعودية ما كانش فيه فريق سعودية هيشارك في البطول هو شارك بحكم أنه الدولة التي تصدي في بطولة كاس العالم الأندية لكنه مش بطل أسي فمن حسن حظنا أنه البطولة كانت في السعودية اللي حصل في السعودية جاب من الآخر يعني عشان نجيب لك كده من الآخرين كمان اللي حصل في السعودية في البطولة دي تحديدا أكبر بكتير من مجرد برونزية حققناها قبل كده في مشاركات كتير في بطولة كاس العالم الأندية حط كل حاجة أو رجع كل حاجة لنصبها الصحيح وراهن على أنه وده درس الحقيقة بقى يعني أتمنى لكل يستفيد منه وإحنا راحين على طولة أفريقيا كمان أقل من شهر الروح والإصرار والعمل الجماعي وأنه الكل في واحد والواحد للكل دي حاجات كانت من أهم مقاومات نجاح النادي الأهلي في البطولة دي أتمنى أتمنى أشوفها في كل منظومة في مصر يعني افتحاد الكرة في المنتخب أوليمبيكان أو منتخب أول ده واحد من أهم عناصر النجاح لأنه الكرة مش بس فرديات ومش بس أسماء ومش بس مهارات لا الكرة منظومة محتاجة شغل كبير جدا ومحتاجة يبقى عندك الروح اللي كانت موجودة عند النادي الأهلي اللي في أوقات كتير جدا حتى مع المنتخب إحنا لما كسبنا أفريقيا ثلاث مرات وراء بعد 2006-2008-2010 في الوقت اللي احنا كنا بنعب فيه ده كان فيه أجيال عظيمة جدا جدا في كل أفريقيا نهائي 2006 هنا في القاهرة كنا بنلعب أعظم جيل في كود ديفوار بيلعب مش بس بيلعب لا دول أهم وأكبر أسماء كنجوم في الفرق الكبيرة جدا العظيمة جدا اللي كان بيلعبوا فيها في أوروبا بس خدنا البطولة منهم واتكرر ده بعد كده في 2008 في الكاميرون و2010 في المباراة غانا لعبت دوبت الفوارق لعبت أثبت أنه روح المصريين لما بتبقى حضراء سدقوني بجد مش كلام والحقيقة ده ما انتبقش بس على الكورة أنا مش عايز أروح بيكم لبعيد عشان الوقت ما يخدنيش وعندي أخبار لكن ده انتبق على كل مجال المصري كواليتي البني أدم المصري الإنسان المصري لما تحطه في التراك وتوفر له مقاومات النجاح يهد الدنيا وأصنع المستحيل وأصنع المعجزات ترجمة نانسي قنقر